ان شاء الله تعالى غدا هذه اطبقها على من على ما ينزل على خاتم الاوصياء الامام الحج سلام الله عليه في ليلة القدر وفوض اليه ماذا توزيع اقدار الناس هذا مفوض الى الامام سلام الله عليه الاعتقادات مدرسة وانه اعطي لفلان كذا واعطي لفلان كذا يعني مثل ما انزل اليه الميزانية ماذا انزل معها انزل معه هذا هلقى التصرف هذا هلقى التصرف الان شايفين في مجالس الشورى هم يضعون الميزانية هم يضعون كيفية الصرف واين تصرف لا كيفية الصرف بعد موكول لمن ها موكول للامام مفوض اليه هو يجتهد هذا عطاؤنا ها احسنتم فمن او امسك بغير حيث انت بعد اجتهد اجتهد نعم مو هذا اجتهد مو هذا اللي عندنا اجتهاد حتى يصيب ويخطئ هذا ان شاء الله توضيحه وغيره